أكد الدكتور أحمد بن سالم المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط أكد حرص والتزام مملكة البحرين بتأمين قطاع صحي مستدام من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى تطوير الخدمات وتقديم أفضلها تعزيزا لصحة وسلامة الجميع ولفت المنظري إلى المستوى المتقدم الذي حققته مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم في مجال الرعاية الصحية والطبية منوها بدور حكومة مملكة البحرين برئاسة سموي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم القطاع الصحي في المملكة والنهوض به جاء ذلك خلال تسليمه اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغي بأنواعه ومنتجاته في مملكة البحرين جائزة اليوم العالمي لمكافحة التدخين 2022 من منظمة الصحة العالمية وأشاد المنظري بجهود حكومة مملكة البحرين وحرصها على مواصلة العمل لمكافحة التدخين والتقليل من مخاطره وما تليه من أهمية بالغة لمكافحة آفة التبغة وذلك من خلال المبادرات التي تبنتها المملكة كتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغي بأنواعه ومنتجاته في مملكة البحرين منذ عام 2009 وتسعى